اهلا بحضراتكم من جيد اهلا بحضراتكم عن يوم البحرية مع اللواء محمد الغباني مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق صباح الخير على حضراتكم فاندم نورنا بصباح الخير مصر كل سنة وحضراتكم صباح الخير عليكم وعلى مشاهدينكم الأعزاء الحقيقة أن القوات البحرية المصرية خلال هذا الوقت بعد ناكسة 67 خلينا نقول لي اشتركت مع لدول إسرائيلي الحقيقة في عدة اشتباكات وقدرت أنها فعلا حقق الهدف المنشود وقدرت تكبد العدو الإسرائيلي خسار كتير جدا مع كمان اختلاف خلينا نقول القوة وقتها عايزة عرف من حضرتك دلالة أنه القوات البحرية المصرية تقدر تنفذ عمليات عديدة وتشتبك اشتباكات عديدة مع العدو الإسرائيلي خلال هذا الوقت وقدرت أنها ترجع الثقة والقرامة للمصريين في هذا الوقت هو طبعا القوات البحرية عندنا من القوات البحرية الأديمة يعني لو تشوف أنت تحس بقدرات القوات البحرية لما انشأت أيام محمد علي مجرد ما بدأت القوات البحرية تبقى مهدد لمناطق منطقة شرق الأوسط أو منطقة بحر متوسط بالذات في أنها كانت حتوصل لإسطنبول عن طريق البحر متوسط عن طريق الونان تكالبت عليها القوة الكبرى لأن هذا الموقع الاستراتيجي للمصر ده مفروض الدول الكبرى مش عايزة بقى فيه قوة تحت حكم فيه حتى لو كنت أصحابه وده يجب نعرف إن ده تهديد مستمر ليه ده تهديد مستمر لمصر ما فيهاش كلام على مر الزمن ومش حينته وبالتالي لأنت بتقدري أو تبقى محضر نفسك لمقاومة التهديد ده حتى على الأقل تبقى تدفع نفسك عن نفسك فيه فبعد كده القوات البحرية بعد المشكلة دي بدأت تقل إلى أن قامت صور 52 وبدأت تغير في مفهوم قوات البحرية وبدأت تدخل فيها عناصر جديدة لما حصلت 67 كان حصلت الهزيمة وكانت مرة وكان الروح المعنوية عندنا قد بقتفا مشكلين فهنا يمكن الجيش المصري قام بتلت عمليات اللي سببت فيها الرفع الروح المعنوية واستعادت القدرات المصرية في أنها تنتج مرة تانية نمرت واحد ضربة جوية في شهر سبعة ضد الجمعات للعدوى في إسرائيل وإحنا لسه من نكسة ما بقالهاش خلال شين يوم فإزاي القاتل الجوية اللي تضربت وهي السبب في هزيمة أكتوبر في هزيمة 67 تبقى تضرب تاني تكون أول رد فده كانت أول حاجة بتعيد الروح لنا عملية راس العش بورفانت هي الحتة الوحيدة اللي في أسيا وإنت إسرائيلكت عايز تتعلق تحتلها مجموعة بسيطة من قوات السعقة عند راس العش كله عشر ونص عملت الكاميلة التلتشر ده بابة دمرتهم فرجعت القصة فده رفعت برضو معنويات الناس في كمي كان منا في شهر عشرة طول موضوع الاستعراض القوة وده الغرور بقى جابت المدمرة إليت وعلى طلبة كلها حربية وجايب بيستعرض قدام بورسعيد تقريبا دخل مياه الإقليمية على إن إحنا في المياه الإقليمية اللي أنت أصلا محدش يكون شهلة بإذن حياة كان في محاولات كتيرة كان بيخويب بتدخل وبتطلع كذا مرة فهو جاب بقى الزيارة بقى ويشرح للناس قادوا بورسعيدة هي وبالليل حتبقى شكلها إيه وبقى فرجة هنا قامت الانشاة اللي كانت موجودة في بورسعيد وده كانت أول مرة عشان كانت دايما يقول قوات البحرية عندنا دايما بتبقى فيها مفصل التقدم لأنه مكانش يستخدم السواريخ فيها حروب فده أول مرة تستخدم السواريخ واربع سواريخ دمروا المدمرة في نص ساعة خلصة فهنا تاريخ لو انت شفتي مثلا برضو بستة وخمسين قبلها هتلاقي جول جمال برضو بلاج توربيد ضرب مدمرة فرنسية غرقها قدام رشيد إذن هنا الدافع القتالي والدفاع عن البلد ده موجود حتى لو كنت بسلح صغير هلازم عمل بمفاجأة وبالتالي بتغييري شكل المفهوم النهاردة مثلا في مصر التهديد عندنا اتغير كان زيما التهديد ماهزم بيجي من الشرق الشمال الشرقي ونطلع نصده بره في الشام بنقامل مصر القدماء وكلام ده النهاردة في الظروف اللي عاشين فيها دي التهديد اتغير ليه؟ السراط بتاعتك عشان انت عملت أول مرة في مصر تخطيط استراتيجي على خمس شهر سنة ما كانش عندها بيكونا بنعم خمس سنين خطة خمسية والخطة خمسية كسنتين وتفرج بقيت الثلاث سنين بقيتين تفرج احنا ما يصارها لكن دي انت اول مرة بتعملي تخطيط استراتيجي معنى انت شايفها هتوصل للفين ومعاك امكانيات توديك فين هتضبريها ازاي فمن ضمن تدبير الموارد المادية في مصر السراط البحرية فالسراط البحرية لما انت عملتيها هترسم حدود طب السراط دي هتضمي مياه جديدة ما قاعدتش بقى لخمسة وسبعين كيلو المياه الاقتصادية الصغيرة اي فرقات اولانش يجيبهم لكن ده انت ضميتي مثلا مع اليونان ضميتي مية خمسة وعشرين كيلو زيادة في البحر ومعتاد قوة تحميها ومع ابروس عملت الكلام ده الاستثمار هنا لو انت جبتينه ومعندكش التأمين للمستثمة هيغلى عليك لانو حيجيبتش شركة التأمين تشيله لكن انا لما كنا عندك قطب حدها بتاعتين يبقى انا حقدر اشيل تكلفة التأمين عشان كده جبنا للنم استرال والرفال الغواصات الالماني هو خلنا بس في ايه في يعني لو ناخد نموذج بس المسترال لوحده هو اللي يجيب لك الامان انت بتأمينه بقى بالغواصات وكلام ده دماره تاني طبعا لكن انت الاصل المسترال المسترال دي بتشيل كاتبه ومشاهد بمعدتها لو انت حصل تهديد على اي حفار وحفاراتي في البحر هتروح تدمره هتروح لو اديله فرقاته هتعمل ايه فرقاته ترابه مدفعين ولا ساروخ لكن انت عايز تخلصه لازم يروح في افراد يعملوا الكلام فانت جبت المسترال فيها الكاتبه ومشاهد فيها المعدات البرمائية بتاعتها فيها فيها الطائرات اللي تقدر تروح تعمل الكلام ده يبقى استخدامات الوسائل القتال كلها موجودة وعناصر القتال كلها موجودة يبقى انت بتحقق هنا ايه؟ زي محضرتك قلت تخطيط استراتيجي وكل موقع حسب اللي يحتاجه زي محضرتك فاهم انت عايز تعمل ايه؟ وبالتالي حتى تكلفة شراء السلاح هتبقى من العوائد اللي انت عملتها ومنشيل تكلفة التأمين يبقى انت مخسرتش او انت بيعمللك وبيسهلك اللي انت عايزه وبالتالي هنا بدأت انت في التخطيط الجديد انك تجابي التهديد اللي جايلك من البحر المتوصل وخاصة انت بقى في دول عايزه يتمنعك يتاخد يتشاركك بالضبط وملهاش حق واحنا عارفين طبعا مين دي فبالتالي انت هنا وقفت عمالة الراجعة لما حصل ان هم حابوا يخشوا المياه الإقليمية او المياه الاقتصادية وينقبوا فيها انت اعلنت ان انت قادر ووقف حتصد فرجع يبقى هنا استخدمت برضه فكرة استراتيجي التهديد بسخدام القوة بدل استخدام القوة يبقى انا وفرت بالضبط قوة الرادة القوة الرادة موجودة بس انا التهديد باستخدامها او استخدمها ده فرعين لو هستخدمها يبقى ان دخلت في حرب والحرب مكلفة ولها مشاكلة لكن التهديد باستخدام الحرب وتبقى على شافة منه يبقى خباصة واتجربوا الكلام ده في سيرت لما انت في سيرت قلت خطة احمر سيرت الجفرة اللي هيقرب منه حضربه وعملت التفتيش الحرب وعملت المنورة الكبرى وعملت الرمايات 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 الفعلية بزخيرة الحية على نمازج مشابهة للموجود فاصبح انت عندك النية انك انت هتحارب هتحارب يبقى انا هنا مجيش ناحيتك يبقى هنا اسمه تهديد باستخدام القوة يبقى بتوفرلك انك انت تخش في الحرب وبالتالي انت عملت الكلام ده في البحر المتواصل نفس الكلام دممان توفرت بقى ورسمت حدود مع السعودية دخلت مناطق جديدة لانه هناك البحر في البحر الأحمر بتقسم بالنص لانه مدامة مسافة قل م 400 متر تقسم بالنص وبالتالي بقت مناطق البحث والتنقيل في البحر الأحمر بقت مأمنة بالقسطول الجنول والتهديد اللي عندك اللي حييجي أصلا من عند الباب المندب انت عملت قاعدة برنيس عشان ما تقطعش القوات البحرية من السويس لغاية باب المندب 2000 كيلو 2500 كيلو تقريبا مرة واحدة فانت جبتوا ناحية الحدود بتاعتك في برنيس بينك وبين التهديد 1000 كيلو أنت قريب لرضع التهديد يبقى هنا كل ده القوات البحرية بتتحرك دلوقتي بفكر السراتيجي يأمن قواتك وقلل التكلفة بالضبط طيب ست اللي هو لو رجعنا تاني بالتاريخ إلى فترة حرب الاستنزاف إلى الفترة الحالية وفكرة تنويع مصادر التسليح للجيش المصري وتحديدا للبحرية ذكرت فيها في حدثة القضاء على المدمرة الإسرائيلية إلات طلعنا لانشين بالأسلحة المستخدمة السواريخ تم استخدامها سطح كاتروسي سوفيتي النهاردة احنا وصلنا إن إحنا عندنا قطع بحرية فرنسوية وألمانية وإلات نفسها كانت إنجليزية بريطانيا وشاركة ستة وخمسين بالضبط ففكرة إن أنت يبقى عندك تنويع للمصادر السلاح وحتى كمان في بداية الوقت انت بلانشين بتدمر مدمرة بريطانية بسواريخ سطح سطح سوفيتي لا ما هو ده مفصل في تقدم في استخدام الأسلحة في العالم لأن ما كانش يستخدم قبل كده فبقى التجربة الحقيقية في حربة حقيقية موجودة فبتتسجل لكن إنت في التدريب بتتسكل التدريب مش بسجل عمليات فالعمليات هنا لها واقف أخر إنت لو جينا في تنويع مصادر السلاح إحنا عندنا خبرة في الموضوع ليه؟ لأن إنت لما كنت قبل صورة 52 كانت سلاحك إنجليزي مزبوط لما جيت تعمل وكان من ضمن مبادئ صورة يوليو العظيمة يعني اللي هو إنشاء جيش وطني قوي والقضاء على الاستعمار أقصاده يعني فإنت لما جيت بقى قضيت على الاستعمار والإنجليز ومشيتهم فجيت تقول له عايز تسليح لك ما فيش فروحنا للشيك فروحت إنت ولروسيا روسيا كأيمية عندها الدول أوروبا شاركوا لك التبعها مزبوط وانت بقى قمر منروسيا تخد الستطر 54 فبدأت تتغير وببدأت تشتغل في الموضوع ده وبقى الغرب بزعلان طب إما أنت اللي عملت وهنت بتتقمس وبعدين تزعل يعني كلمة عامة أي شوية معليش ياجني لكن هو بتقمس وبعدين يزعل طب إحنا عملنا لما جينا في حرب 73 هنا برضو عشان تبعى عارف إن التسليح مسهل التسليح في المناطق فيه توازن بالتوازن ده بيفرضه القوى الكبرى مش عايز وجع ديبه في المنطقة فيعمل توازن التوازن ده من وجهة نظره اللي عنده قوة بشرية كبيرة ومساحة كبيرة في الأرض تلاقي الكتلة حيوية في قوة الدولة الشاملة اللي الرئيس دايما بيتكلم عنها الكتلة حيوية فيقول لك تدي له سلاح دفاعي واللي كتلة بشرية بتاعته الكتلة الحيوية بتاعته قليلة والسكانه قليلين يدي له سلاح الجومي ايه سلاح الجوم و سلاح الدفاعي سلاح الجومي انك انت تبقى مديات السلاح واستخداماته أكتر من التاني يعني مثل ديك مثال يعني انا دبابت مثلا بضرب 1800 متر زمان العادو كان دبابته زي ما نخلت الحرب اكتوبا 2800 يبه هو بعتبر هجومي وأنا بعتبر دفاعي لان انا مش ههجمه طول ما هو بعيد عني بالزبط لكن هو يطن من اي مكان فبالتالي يبقى انا لما كن دبابتي زي دلوقتي بتجيب ال 2800 وهو 2800 اقصى مدة دلوقتي يبقى احنا هتنمت عدلية يبقى هنا على القل انا هجم عليك تي هجم عليك انا بقى كله حسب ظروفه وبالتالي زي التهران وزي البحرية زي الغواصات غواصة مثلا تقدر تقعد تحت المياه سبعة ايان في غواصة تقعد شهر يبقى هنا افضل يتقعد شهر مش هتتكشف مكان يبقى بتقدم هما بقى احسن ومن هنا بتبدأ انت في سوق السلاح ازاي تختارقه وهنا يمكن رئيس عفتاح السيز كان عنده فكر نظر في الموضوع ده ان هو حط المصالح المشتركة ومتبادلة هي اساس التعامل لان انت لما امريكا جات انت بتقوم اشعرش قصد كبير اللي هما بيقضوه ضده اللي هو الرباع العرب و اللي هو الرباع البتاع ده وقت يعني المهم فانت بتقومه فهم واقفين ضدك فجدت في التسليح عشان انت قضيت على الجامعة الارهابية اللي في مصر بقى اوباما زعلان فراح قالك مفيش تسليح طيبة سيد مش عايزين تسليح احنا نتصرف فتصرفنا فروحنا لفرنسا وروحنا لروسيا لكل اللي مصلحته انا مصلحته اخد السلاح وانت مصلحتك ترجع على الشركة اوسط جديد اللي كنت يبشيت منه وفرنسا عفون انت ببعت سلاحك مش شغال انا بيعها لك لان انا دولة في المنطقة دولة حضارية رغما عن انف الجميع والناس كلها بتعمل زي كل العلم التالي ده والعلم المتقض بعمل زي ما بعمل فمجرد من خدت صفقة الرافال راح له تعقدات شغاله عشرين سنة بسبب صفقة الرافال اللي خدنا المصريين فهو جالك لمصلحته وبالتالي اخد منك اخد منك اللي انا عايزه بقى اخدت منه فرقاتهات واخدت منه كلامك المانيا اندخلت شركة سيمينز وعملتها نموذك في العالم صحيح فبالتالي يبقى انا فتحته للسوق يبقى نقتل الغواصات اللي كانت وقف عندك وهاتيلي الحاجات الجديدة انا عايزه اخدت رغم انه هما من حلفاء موضوع شخص الكبير هما اللي بقدوه شوف انت هنا المصلحة بتفك وده بيبقى ده بسموه زكاء السياسي اللي تقدر تحقل به مجال كتير وبالتالي قدرت تطور قصاح القوات البحرية تطور يعني مش عايز اقولك مثلا اضعف مكان موجود في حياته كلها انت كتبقى عند اصل الشمال اصل جنوي تعمل قواعد بحرية جديدة تجيب لنشات سطح لنشات الحراسة السريعة الطوية كان عندك بتطلع اللنش من مطروح عشان روح ناحية السلوم بيقعد نص يوم واللنش التاني اقصاده اثنين المهربين حافظين توقيتات عبور اللنشات انت النهاردة هناك لما عشان لما تقرأ في الفتاح ثلاثة يوليو قولك اثناشر اثناشر لنش سريعة عميق يعني يوصل عشرة كيلو يبقى في الحتة دي يبقى المرأبة على الشاطئ في الحتة دي بقت كل دقيقة بيبقتش كل اثناشر ساعة لان اللنشات دي هتعمل الدولات بتاعتها مفعتش بقى فيه فارق في الفواصل والمسافة قليلة ميت كيلو قولا مية وخمسين كيلو بدل التاني كانت ميتين وخمسين فهنا التطور حتى في استخدام القوات البحرية بقى واضح جدا وقدرتهم بتبان وشغلوه في التأمين بيبان بقى النهاردة القوات البحرية في تأمين سواحل مصر عشرة عشرة ما كناشي مكانش الكرام ده بحق عندنا قبل كده طيب سات اللواء بما ان كمان حضرتك يعني ذكرت قاعدة تلاتة يوليو وكننا منتكلم عن تنويع مصادر التسليح خلال افتتاح قاعدة تلاتة يوليو شفنا انه في بعض الوحدات المنضمة حديثا لقوات البحرية رفع عليها العالم المصري ودي تم تصداع في شركة ترسانة الإسكندرية وايضا ترسانة القوات البحرية فكرة انه مصر دلوقتي قادرة على تصنيع سلحها دي فكرة مهمة جدا برضو وخطوة مهمة جدا هو التصنيع الحربي غالي غالي خاصة لو انت حتصنعين نفسك لانه تكلفته عالية فلازم بقى فيه التصنيع الحربي يبقى ليه سوء للبيع عشان كده انت لما قلت مع فرنسا انا اخد حق الانتاج التصنيع عندي يبقى مشترك بينه وبينك يبقى بقلل تكلفة الانتاج وبتدخل التكنولوجيا الحديثة بالتصنيع عندي وبضمن جزئيات كتيرة موجودة عندي لغاية ما عملت عملتها يعني صحيح بجمع الاول وبعدين دلوقتي باشترك زي مثلا عشان في المدارعات عارف الموضوع دبابة الامون لما جات عندنا كنا بناخدين حق تصنعها كان كلها بتيجي من امريكا وبتتركب عندنا عادنا لغاية انه اذا وصلنا 80% من الدبابة من مصري فاذا هنا هو ده التطور الطبيعي اظن برضو عملنا في نقلة جند فهد تقريبا ما خد انت الدبابة نموذج خد كل حاجة في تدريعي بقد دخلنا فيها حتى النقلات لان النقلات اصلا كمان اللي بتشيل الدبابات دي نقلات في الفكر العسكري ده فكر استراتيجي ما تتوفر عندك بتديك حرية الحركة انا الدبابة ما بتمشيش على الارض لان الكيلو الكيلومتر اللي بدي بقيتها على الارض مكلف اللي وصل 80 دولار في الكيلو فبالتالي لابد انها تتشال فلما تتشال عشان انا انقل دبابات من مكان لمكان يبقى نية حرب او تجهيز لحرب فيبقى اسمها نقلات استراتيجي فبالتالي انت كمان لما تصنعها عندك باز نشتريها انا ما جاء نشتريها في حرب اكتوبر عشان حرب اكتوبر عملني ايه عصمان احمد عصمان يشتريهم ويشتغل في العلاق ويجبهم منك خردة يتجمعهم وبعدين يجمعهم عندي وانا اشتغدهم عندي في خطة خداع الاستراتيجي فبالتالي ده لما انت بتاخد من دروس اكتوبر بقى بنقول نهاية دروس اكتوبر بتفدني في الجمهورية الجديدة يبقى انا كده على طريق الصح يبقى انا هتغير في الفكر استراتيجي للبلد اغير فكر استراتيجي سواء في التنمية اغير فكر استراتيجي في الرضع في مجابل تهديدات الجديدة اللي موجودة عندي وبكده انا اعتقد على الطريق الصح بكل دائم ان شاء الله ربنا يكرمنا ست اللواء يعني سعداء بوجودك معنا دايما الله يخليك سيد شكرا جزيلا على وجودك احنا يعني سعداء بالوجودك هنا وسعداء بالاحتفال بيوم البحرية المصرية وسلسلة طويلة طبعا من التواريخ الهمة في تاريخ مصر ويشرفنا دايما وجودك فانا الله يخلح شكرا سيد ست اللواء محمد أهل كباري مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق شكرا جزيلا حضرات سادة المشاهدين هنخرج لفاصل ونرجع من بعد ونكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر انتظرونا شكرا جزيلا على 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 جزي